موسيقى مساء الخير مرة ثانية سوف نبدأ اليوم البرنامج العلمي المحاضرتي هي عن الحمل في ندبة القيصرية كل ما نعرف الحمل في ندبة القيصرية يعتبر من أنواع الحمل الهاجر الحمل الطبيعي ضمن الرحم وأي حمل خارج جوف الرحم يعتبر حملا هاجرا أول واحد وصف الحمل الهاجر هو الزهراوي مثل ما نعرف بالعبر التاريخ أشياء الحمول الهاجرة هي بالبوق إلا أنه طبعا ممكن تكون بماكن أخرى الحمل في ندبة القيصرية لا يتجاوز نسبته الواحد بالمئة إلا أنه لاحظنا بالأيام الأخيرة أو بالفترة الأخيرة زادت نسبة الحمل في ندبة القيصرية طبعا من العوامل الخطورة للحمل في ندبة القيصرية هي الأول شيء طبعا أكيد الولاد القيصرية أو تعدد القيصريات قصر الفترة بين القيصرية وبين الحمل اللاحق أيضا كل هذه من الأسباب اللي ممكن تزيد نسبة طبعا لاحظنا أيضا بالفترة الأخيرة قد يكون طريقة الخياطة إلى دور بحدوث ما يسمى القيلة البرزخية أو الاسموسيل اللي هي عم يعشش ضمن الحمل في ندبة القيصرية طبعا هو الوصف طبعا أول ما وصف الحمل في قيصرية كان حديث العهد نسبيا بـ 78 إلا أنه بالخمس سنوات الأخيرة لوحظها للإزياد وتم طبعا وضع ما فيه إلا كيس سيريز دراسات كبيرة جدا حتى الآن ما فيه طبعا مثل ما قلنا من واحد من بين كل خمسمائة واحدة بتعمل قيصرية ممكن يصير عنده حمل بندبة القيصرية الحمل بندبة القيصرية ممكن يصير بعد الحمل الطبيعي وممكن يصير بعد الحمل بالإخصاب المساعد لأنه تعفع أحيانا عم رجع أكثر من جنين بسهولة ممكن ينزل جنين على محل خاصة إذا فيه سوء انطمار أو ما يسمى القيلة البردخية ممكن يصير ويصير عندنا حمل بندبة القيصرية لاحقا إذن المشكلة أنه الحمل بندبة القيصرية إذا ما شخص بالوقت المناسب رح يؤدي لنتائج كارثية نزف شديد أحيانا أو تودي بإستثار رحم إذا كمل آخر دراسة طلعت اللي كملوا لحد طلعت دراسة من عشرة بالولاة المحتاج الأمريكي من أصل العشرة كملوا للعشرين أسبوع كلنا ولدوا تسعة من عشرة تحتاجوا إصار رحم ولادي وما كمل يعني منهم واحدة أو اثنين اللي عاشوا هلأ طبعا يترى هذه الزيادة اللي عم نشوفها بفترة أخيرة زيادة حقيقية ولا زادة التشخيص حقيقة للتنين سواء هي زيادة حقيقية بسبب زيادة نسبة القيصريات يعني مر مرحلة بالأزمة يمكن في محاضرة عن هذا الموضوع أنه وصلت في بعض المنطقة نسبة القيصريات إلى خمسة وسبعين بالمئة إذا مو أكثر وبأغلب بقاع سوريا هي زادت نسبة القيصريات بسبب طبعا الظروف رح ينطلح الموضوع بالتفصيل وأيضا بنفس الوقت زادت طرق التشخيص لهالحمل بندبة القيصرية بشكل عام الحمل بندبة القيصرية لتتأله نمطين رئيسيين إما يسمونه اندوجينيك اللي هو بينمو الحمل المؤشر ممكن الحمل ينمو إما ينمو بجاه جوف الرحم أو إكستوجينيك باتجاه المثاني طبعا هذا هو الأخطر إذن ممكن يكون إندوجينيك للداخل وممكن يكون للخارج إذا كان هذا الأمثلة هون ملاحظين هاي باتجاه المثاني هون باتجاه ندبة أو جوف الرحم أو ندبة القيصرية هاي الأنماط هلأ التظاهرات السريدية عديدة ممكن تكون طبعا أحيانا نزف غير مؤلم ممكن تتربق مع آل ألم وممكن تكون أحيانا بأربعين بالملاحات تقريبا ما نوعرضي بشكل عام وممكن يأتي أحيانا على شكل ألم حاد وأحيانا يأتي على فكل نزف صاعك وتأتي المريضة أحيانا يزلنا بإسقاط إذا حاول تجربها تلاقي الأمور تسوق بشكل أكتر طبعا التشخيص حجر الزاوية بالتشخيص هو الأمواج فوق الصوتية طبعا أهم علامات ونرى RCOG guide line كيف طلع أهم أهم شيء أنه بالحمل يكون الرحم فارغ لدينا فراغ أول شغلة هي فراغ جوف الرحم بعدين فراغ عنق الرحم يعني سنلاقي جوف الرحم فاضي وعنق الرحم فاضي إذن أول شيء فراغ الرحم وفراغ عنق الرحم الثاني نلاقي كيس الحمل يعشش بالجدار الأمامي للرحم وقريب كثير من المثاني المسافة بين كيس الحمل وبين المثاني تكون كثير قليلة هذه رقم ثلاثة يعني لدينا دفكت أو خلل بجدار المسافة بين المثاني وبين الشغلة الثانية نلاقي الحمل شكل بثلث بالجدار الأمامي ملاحظين هذا هو الحمل بالجدار الأمامي وقريب جدا من المثاني ملاحظين هذا الحمل فإذن أربع الخمس شغلات إذا انتبهنا لهم بشخصنا الحمل في ند القيصرية فراغ الرحم فراغ عنق الرحم الحمل بالجدار الأمامي خاصة منطقة البرزاق منطقة الندبة صغر المسافة بين كيس الحمل وبين المثاني بشكل واضح تأخذ شكل هذا شكل المثلثي بالجدار الأمامي للرحم إذن هذا هو ملاحظين كيف مسافة ديئة بين المثاني وبين كيس الحمل وكل ضمن الجدار الأمامي تمام فهذا هو المعايير الصدوية الارتي وجدنا نفس المعايير تماما بس أضف لشغلة واحدة إنه هو بالدوبلر إذا حطينا وهذا مهم جدا إذا كان إسقاط في طور الحصول ونازل كيس الحمل لمنطقة العنق قد أنه يخربط مع الحمل بين القيصرية الدوبلر بحل المشكلة مجرد حطينا الدوبلر ونرى أنه تروية الدموية قائمة هو بالتالي ممكن تشخيص الحمل بين القيصرية بسهولة بشكل عام إذن حجر أو المعيار الذهبي هو الأمواج فوق صوتي طبعا إذا استخدمنا 3D أو برامج volume أو 5D أو 4D كله مثل بعض نلاحظين بالدوبلر كيف توضح التروية بشكل واضح وقريب جدا من المثاني بشكل عام إذن المعيار المعيار طبعا هو وسيلة تشغيلة ثانية بعض الحالات نلاحظ نفس الشي كيس الحمل ونفس المعاييذ فراغ الرحم وفراغ العنق وقربه من المثاني فكما نفس الشي يميز لنا تدخل المشيني بشكل عام طبعا إضافة لأنه يكون عندنا التحليل الحمل العيار بالتأسج الإيجابي بشكل عام إذن صور نفس الشي لل تشخص بشكل واضح نفس المعايير طبعا إذا شخصنا فحجر الزاوية بالتشخيص والتدوير هو الأمواج فوق الصوتية اللي هي عنوان ملاحظين ممكن أن نسلخ المثاني بالأول نفتح القطعة اللي بتكون رئية كثير بندبة القيصرية لحد ما يبين معنا كيس الحمل اللي يكون هو عمل بلغ متبارز لداخل الندبة أو ضمن ضمن هاي بسمي سكار أو ضمن سكار نيش اللي هي جوف القيلة البرزخية المتشكلة ملاحظين الجنين يريد أن يخرج ننظر الحواف ونعود ونخيط بشكل جيد لاحظين لنشخيح المرضي لن يوقف عنده تشخيص التفريقي مهم جدا نفرق عن الإسقاط العفوي وهنا بالدوبلر بسهولة نميزه كمان الحمل العنقي أو الحمل بالمنطقة المضيق هو مانو بالندبة القيصري هذا كمان يمكن تفريقه بسهولة إذا هناك أورام الطبقة المغزية وإذا كان هذا ممكن شخص هذه المعايير للتفريق بين التشخيص ومثل ما قلت أهم اتباع المعايير المتبع تبع الارسي او جي يضاف إلى أو تضمن الدوبلر نأتي للتدبير تدبير الحمل كتبك ترى كثير شغلة مهمة تدبير الحمل في الندبة القيصرية أول شغلة لازم نخلص من الجنين لأنه هذا أكيد ما سيكمل وفي خطور على الأم شغلة اثنين لازم نحافظ على الخصوبة بالحفاظ على الرحم ونقلل الخطورة ثلاثة أهداف رئيسية تخلص من جنين إقلال من النزف والحفاظ على الرحم هيا همشي لنحافظ على الخصوبة بشكل عام التدبير إذا يجب أن يتركز على هدفين الرئيسية وهذا الهداف الرئيسية بشكل رئيسي طبعا تدبير له ممكن يكون المحافظ يكون طبي الجراحي أو هناك شئ جديد تطبيق التطبيق سنستعرض مباشرة عندما نتحدث عنهم أول شغلة التدبير المحافظ هو تدبير المحافظ لا نوارد أنه نستنى أو نراقب أبدا على الإطلاق لأنه هناك خطورة كثيرة لنوصل لنتائج كاريتية لنزف شديد لذلك هو عمليا لا نوارد أريد مراقبة مشددة وقلنا رأيت ما حكنا الذين تركوا الحمل بالنجبة وخاصة إذا كان إكتروجينيك هذا سيوصل لنتائج كثير ويدخل وأكيد سيتمزق وليس يكمل فالذين يحاولوا يكملوا لازم لذلك لا يوجد كريتيري لدي سماكة القطع لنقول يكمل أو لا يكمل أن يوصل إلى 28 إلى 30 أسبوع عمر صعب جدا وإذا وصل يكون هناك مراكز حواضر متطورة الإختلاطات قطعا ستوصل فوق 50% لذلك نحاول قدر الإمكان بعد عنه طبعا العلاج الطبي أهم الميتو تريكس التي يمكن نعطيه وريدي عن طريق العام أو سنجل دوز أو دبل يعني ممكن نعطي جرعة أو جرعتين مثل المعتاد طبعا نطب مثل الحمل خارج رحم نعطي 35 ميلي جرام للمتر مكعب وصف 250 نعيد التصوير نعيد البتا سي جي يجب أن ننزل 15 إلى 30 بالمئة خلال أربعة إلى سبعة أيام إذا ما ننزل نعطي جرعة ثانية في منه بعض المترجم تعطي جرعتين دفعة واحدة عفوا جرعتين يعني أول يوم وخامس يوم بشكل طبيعي طبعا نفس طرق أعطاء الحمل خارج رحم ما هو موضوعنا الآن بالقاتلات الجنين سواء كان كي سيل أو ميتروتوكسات ميتروتوكسات أحسن لأنه طبعا سهل جدا بإبري إخياس 16 أو 17 أو 18 نحن نستخدم 18 طريق العام ندخلها نحقن ميتروتوكسات ضمن الجنين أو نقوم بإبري ميتروتوكسات نوقف نمو الجنين وممكن نحقن هذا يفيدنا أنه يساوي تنكس بالمشهيم وبالتالي تقل الإختلاطات بعدها كثير طبعا هذا مقلوب نتائجه جيدة بشكل كبير الآن ممكن نستخدم الاثنين سواء نعمل نعطي عن طريق العام ونعمل mechanical destruction وهي أحيانا أول ما تجي المريضة نعطيها لبين من نحضرها لتاني يوم لنعمل fatal reduction fatal reduction شغلة سهلة بالميكان يستطيع يأخذ دقيقتين ونتائجه أيضا لا بأس فيها بشكل عام بس بدنا ننتبه أنه نستنى هلأ بنجي للتدبير الجراحي تجريف ما نوارد contraindication أبدا إذا شخصنا إذا شخصنا حمل في المطبرة القصرية لا نوارد أبدا نعمل تجريف سيوصل لنزف صاعق لا يوقف نضطر نضج المحل أو نستخدم الفولي أو نستخدم قسطرة هذه المرقئة إذا لا نوارد أبدا موضوع التجريف على الإطلاق وإذا تورط الواحد وإجاب بشكل إسعافي يجب يكون ينفخ بالون أو يدك الرحم حتى يوقف الدم لأنه لا يوقف بالتجريف العادي الهيسترسكوب أقل ما يل له لكن إذا الواحد يعمل ممكن يخفر بالبايبولر محل المناطق النازفة مقلبين يخلص من الشغل وممكن بعدين استخدم بالبالون كثير إذا استخدم بالهيسترسكوب ما هو drug of choice أو ما طريقة ومثل تلاحظين هاي هون مثلا تلاقي البؤرة المنطقة اللي معشرة فيها ستظل نازفة إذا القطعة بين الكيس الحمل وهي سميكة ممكن إجراء التخطيب إذا كانت ترقيقة كثير أحيانا ممكن نأذي المثاني بهالطريقة لذلك هي طريقة مفضلة أبدا لموضوع طبعا تنظير البطن هو طريقة ممتازة لأنه هي تشير بتصلح الخلل اللي هو أصلا هو الاسم القيلة البرزخية ملاحظين كيف نسلخ المثاني وهي نفس الخطوات اللي طلعت من قليل إذن هي بتصلح الدفك طبعا بعده يصير نزول سريع للبتا أسي جي والشكل الانتجري تبع الرحم أو الرحم يرجع إلى وضعه الطبيعي خلال فترة قصيرة المهم بها لا يصبح عن نزف كثير نحاول نسيطر عن نزف ممكن نستخدم الفازوبرسين أحيانا أفوا نرجع تمام نلاحظين بعد ما نفتح أحيانا يكون صعب جدا التسليق يعني ما دائما كل الحال تأتي سهلة ممكن مثلا نستخدم الفازوبرسين وهون نشيل الحمل ونصلح الخلل ممكن ننظر ونرجع نخيط بشكل واضح النتائج بتوصل ل 97% يعني والاختلاطات تكون أقل بكثير لاحظين هذه المشيمة مهم جدا نستخدم البابولر لأنه أسهل بكثير والذين لديهم تقنيات أحداث كمان يكون أحسن إذن العملية مانا كثير معقدة للي يشتغل جراحة تنظيرية هي عبارة عن تسليخ المثاني فتح مكان الحمل تكون مشخص باما الفوق صوتية تنظير إصار الحمل تنظير مكان الجرح والخياطة العادي كالمعتاد الآن الموضوع الفتح البطن الآن دائما نقول دائما الواحد يعني يلجأ لما يتقن إذا لا يتقن تنظير أحسن يلجأ مباشرة طبعا هو إلزامي إذا كان إذا كان المريضة مصدومة أو بحالة تمزق الرحم إذا في الرحم يتمزق وإذا تمزق هذا الزام يجب نفتح ونعالج بالتنظير وإذا هناك سوء عام المريضة بحالة وهض الدوراني أيضا يجب نبدأ وطبعا هنا العملية سهلة عبارة عن استقصال الندبة القيصري وإستقصال الحمل من الندبة أمر كثير سهل الاستقصال الرحم هو آخر من خلال الخبرة هناك دراسة ستطلع من جامعة لمشقعة 39 حالة عالجت بمختلف التعامل هناك حالات التي كل شي فيها هتروتوبيك بالإي بي إي بي بصي كثير هتروتوبيك واحد بالندبة واحد داخل مريضة طفل إنبو يوقف أنه بالندبة ويكمل الحالات التي كملناها واحدة منهم التي نفتت والتنتين يمكن بعض من الجملائنا تكمل ولم يحدث الاتصال الرحم إذن ممكن أحيانا هو الاتصال الرحم يكون الحل الأخير أو بحالات النزف في موضوع الهي الموجود يمكن لا يوجد في سوريا ولا جهاز التي استخدموها بالأصل هي عبارة عن التخريب بالأمواج الصادمة تقلل النزف كثير استخدمت الأورام التي فيها أول استخدمت للأدين ممكن تطبيقات عليها بعض الدراسات القليلة المانا والدزاين لما سنتجاوز لأنه مانا متوفرة عنا إذن ما بالحمل القادم ملاحظين معظم الحمول القادم تكون طبيعي ليس شرط تكرر الحمل بالنسبة تكرر 3 تقريبا 5% نسبة قليلة إذن الشغلة المهمة أنه عندما نوقف الحمل ونعطي متوتريكسات نريد نستنى وسطيا ملاحظين الانتظار تقريبا 9 أسابيع لحتى تأذية سلبة 9 أسابيع شهرين و3 شهور لحتى تذهب لأثار الكيس الحمل بالأمواج الوسطية أهم شيء لا نتسرع المريضة تفهم المريضة أنه تريد من شهرين ل3 شهور حتى تظهر أنه لا يوجد دم بين فترة أخرى قليلا يجب أن تحمل لأنه إذا الواحد الداخل عليها ممكن نوصل لنتائج كارثية أهم شيء نفهم المريض لأنه أغلب الحالات التي نعملها سواء كان بالكيس أو بالميترو تركسات أو أقدم تركسات عن طريق العام وهذا التدبير الأمثل لأنه تتشقص بشكل باكر تقريبا 100% حالات لا تفعل أي اختلاط وخلال شهرين تجد راجعة الحالة وأحيانا المرحلة الباكرة هي مع سواء موضعيا أو عن طريق العام مع الانتظار والمراقبة لأنه هذا هو الحل الأمثل بشكل عام آخر سلايد هو كلنا لاحظنا إذن نسبة الانتشار التي زادت في الفترة الأخيرة لأي معناتها لازم نأخذها معين اعتبار أنه ممكن توصلنا لاختلاطات كارثية نسبة الملاحظين بالخمسة الأخيرة بالنسبة للتشخيص بشكل مؤكد في عنا عدد من المقاربات العلاجية إلا أنه حتى الآن لا يوجد لأنه ما زالت الدراسات قليلة لا يوجد دراسة تجاوزة يمكن الأربعين حالة منشورة فما زال حتى الآن لا يوجد لتدبير الحمل في ندبة القيصرية وشكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة